كان هناك مفاوضات بينك وبين روتانا ما هو العرض الذي قدموه لك؟ ولماذا رفضت هذا العرض؟ وهل فعل نقدمه عرضه لا؟ أنت الثلاثة سئلة الآن جواب ثلاثة سئلة تقفز مرة واحدة بس كل سؤال أخطر من الثاني هم قدموا عرض أوكي إيش العرض؟ ما راح أقول العرض طبعاً أكيد يعني بس ما كان مناسب لي مع العلم أنهم قالوا لي أنه هناك مرحلة ثانية يعني في التطاوض بس أنا سبحان الله يا أخي أنت عارف الواحد إذا قدملك عرض تعرف من العرض الأول إذا هو متحمس لك أو أنه يعني يريد أن يكسبه وقت أو أنه مثلاً بس أنا اللي أعرف أن سالم الهند يا بفواز مستيب بالخير يحبك شخصاً مستيب الخير أنا برضو أحبه وموت فيه يعني بفوازي يعني من الناس اللي ما يقصرون والله بس زي ما قلت لك العرض الأول هو اللي يخليك يا أنك تستمر للمرحلة ثانية ثالثة رابعة أو أنه من البداية لأنه أنا في اعتقادي العرض الأول حتى لو جاني الدبل برضو ما يرضيك أنت إيش العرض اللي يرضيك؟ اللي أحسه مناسب لي وش اللي مناسب لك؟ شوف شوف تساعدين أبي لتفضلي علي أول شي أنا ماني بفنانتوني طالع أنا تعبت على نفسي سبع ثمن سنوات وأنا أشتغل وأتعب وأروح عند الشعارة وأروح عند الملحنين وأدور المنتجين لا أجري ما قصروا معي فأنت كشركة تبغى تجي تأخذ هذا التعب كله وبدون ما أنك أنت تعطيني مقابل أستحق عليه أنه التعب السنين الماضية إذا ما حسيت أنه فيه تقدير من خلال العقد هذا فأنا طبيعي أني ما رح أوقع طبيعي أني ما رح أترك الناس اللي هم معي من البداية واللي يساعدوني يعني في النهاية هذا شغل ما فيها صداقة يعني